تشارك وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الشق رفيع المستوى لمؤتمر كوب 16 بمدينة كالي الكولومبية في الفترة من 29 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر القادم حيث تلقي كلمة مصر نيابة عن رئيس عبد الفتح السيسي وأكدت الوزيرة أن العالم يتطلع النتائج مثمرة من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم باعتباره مؤتمرا لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي كوب 15 في مدينة مونتريال الكندية